يمضي الشاب أحمد مرتضى الذي يدرس في المرحلة الثانوية معظم يومه في العمل هنا وما إن يكمل مهامه سرعان ما يعود إلى منزله لممارسة هوايته الخاصة مع الابتكارات التي يقضي معها معظم أوقاته هذا روبوت كرتوني متحرك وهذه صرافة نقود تعمل بمادة الهيدروجين بالإضافة إلى أجهزة أخرى بداية الاختراعات مقابل سنتين أول حقا أنتم بيديت كنتوا طموحين أن أصلح طائرة هنا يلتقي نخبة من المثقفين وشخصيات الاجتماعية ليكرم أحمد كنوع من التشجيع والاهتمام بهذه الموهبات الطامحة أتمنى أن أقدم يساعده يعني يطور مع ابتكارات حقه أنصحه دائما بهذا الكلام أنه دائما يشتغل وقته بحقه مفيد بدل ما يقضي وقته بحقه ما تنفعش يطمح الشاب الواعد إلى إنجاز أكبر قدر من الاختراعات التي ستسهم في خدمة المجتمع لكنه بطبيعة الحال يفتقر إلى الرعاية والدعم إذ تقف محدودية إمكانياته عائقا أمام طموحه إن شاء الله يسمح لنا الفرصة وأنا نطور نفسنا نحن نتعلم ندرس وإن شاء الله نطور الحقه هذه من التفايد المجتمع يأمل الشاب الموهوب من السلطة المحلية والجهات المعنية برعاية وتأهيل الموهوبين الالتفات إليه وتقديم الرعاية الكاملة ليتمكن من استكمال التعليم وتلقي التأهيل الكافي لمواصلة إنتاجه وتطوير ابتكاراته وتقديم ما يمكن إضافته لخدمة المجتمع حمزة أمين قناة بلقيس تعيز